أعزاء المستمعين والآن بعد أن بينا موضوع البحث وخطته وعناصرها وجب علينا أن نبين الإمداد الحقيقي والمصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الباحث والبحث وذلك في هذا الدرس المراجع والمصادر وعلامات الترقيم أساسية في البحث ولابد أن نقف عليها في العناصر التالية العنصر الأول بيان تلك المصادر من حيث أهميتها وأقسامها وكيفية التعرف عليها العنصر الثاني الوقوف على علامات الترقيم من حيث تعريفها وإبراز أهميتها وكيفية أدائها وأيضا العنصر الثالث والأخير الوقوف على بعض نمازج من تلك العلامات المسمى بعلامات الترقيم إليك عزيز الطالب وعزيز المستمع هذه العناصر العنصر الأول أهمية المصادر إن البحث لابنة تضاف إلى بناء السابقين لما كان أمره كذلك كان لابد علينا أن نذكر الأسس والمصادر التي يعتمد عليها الباحث في بحثه إن قيمة البحث تقدر بقيمة توثيق من مصادره الأصيلة ولا قيمة لبحث ليست له مصادر يعتمد عليها وأسسا يقف عليها لماذا؟ لأنه عندئذ يكون كبناء على رمال تسرع الأمواج في كتابة نهايته ولذلك قديما قالوا بقدر جودة الأساس تكون متانة البناء بعد أن وقفنا على أهمية تلك العناصر والمصادر وقف علينا أن نبين أقسام المصادر العلمية إن المصادر تنقسم إلى قسمين أساسين الأول المصادر الأصلية وهي أقدم ما يحتوي مادة عن البحث والمقصود بها أمهات الكتب في كل فن من فنون العلم وكلما كانت المصادر أقدم أو كان أصحابها أئمة المشهورين كان كلما كانت قيمتها أكثر وأهميتها العلمية أعمق وكلما زاد استخدام المصادر والآليات التي عاد الباحث عليها وكاثرت الحقائق المستفادة منها كانت قيمة البحث العلمية أقوى والمصادر الأصلية كذلك تجتمل المخطوطات القديمة التي لم يسبق نشرها وأيضا مذكرات القادة والزعماء والساسة الذين يسجلون فيها كل ما يجري في الخفاء مما لا يعرفه العوام أيضا حيثيات الحكم المسببة للأحكام القضائية وكذلك من صور تلك المصادر ما ينشره الكتاب بأقلامهم في الدوريات الألمية والصحف والمجلات وكذلك ما كتب بيد المؤلفين الذين عيشوا الأحداث وعاصروها عندئذ تكون صياغة الفكرة أدق لماذا؟ لأنها أخذت من أفواه المعاصرين وأيضا تلك الأفلام المصورة التي تشاهد الواقع وتنقله إلى القارئ والمشاهد وتلك التسجيلات الصوتية التي يعتمد عليها أيضا ذاك الباحث المعاصر في بعض المواد التي تحتاج إلى التسجيلات من مواطعها وكذلك من المصادر الأصلية أمهات الكتب في كل فن ففي الفقه مثلا كتاب الأمر الشافع والمغني ابن قدام والمبسوط للصرخص إلى غير ذلك وفي الحديث كتب السنة كصحيحي البخاري ومسلم وكتب السنة وكتب الستة وفي التفسير تفسير الإمام ابن جليل الطبري وكذلك تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وغيره أما القسم الثاني من المصادر فهو المصادر الثانوية والمقصود بها تلك المصادر التي تعتمد في مدتها العلمية أساسا على المصادر الأصلية الأولى فتعرض لها بالتحليل أو النقد أو التعليق أو التلخيص إلى غير ذلك لكن القصد الأكبر من هذا التقسيم للمصادر هو أن يعتمد الباحث في بحفه على المصادر الأصيلة قدر الطاقة لماذا؟ لأن هذه المصادر هي أقرب إلى زمان الحدث أو لها علاقة وثيقة بصاحبه وهذا ما يجعل الثقة قوية بهذه المصادر وقديما قالوا ليس راء كمن سمع تلك مصادر البحث وأقسامها وفي الخطوات التالية نتعرف على كيفية الوقوف عليها